اهلا بكم الى نشرة مفصلة للانباء نستهلها بالعنوين والذي يبحث على انه هو يدير انقلاب قوله زمن انقلابات تم المعن بعد اعلان سيطرة قواته على العاصمة الليبية لدبيبا يامر بتشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس عقب اشتباكات ندت الى عشرات القتلى والجرحة في ختام زيارته للجزائر الرئيس الفرنسي يوقع ونظيره الجزائري اعلانا مشتركا من اجل شراكة متجددة بين بلديهما وتبون يصف الزيارة بالناجحة جدا مقاومون فلسطينيون يتصدون بالنيران للاتدات الاسرائيلية في جينين ونابلوس والاحتلال يعلن اعتقال عدد من الشبان روسيا تسلم مجلس الامن ادلة على قصف كييف محطة زفاروجيا النووية وواشنطن بوست تكشف توسيع الولايات المتحدة توريد الاسلحة الى اوكرانيا عن طريق البحر المفوضة الاممية لحقوق الانسان تحذر تسليم لندن مؤسسة موقع ويكيليكس لواشنطن يثير المخاوف على حرية الاعلام والصحافة الاستقصائية فاكستان تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل نحو الف شخص ونزوح الالاف من جراء الفيضانات والسلطات تتحدث عن دمار مليون منزل اهلا بكم تشهد العاصمة الليبية هدوءا حذرا بعد مواجهات عنيفة يوم امس ادت الى مقتل 23 شخصا واصابة 140 وكانت مصادر عسكرية قد اشارت الى احكام قوات الرادعة التابعة لحكومة عبد الحميد البيبة سيطرتها على مقار قوات النواصل الموالية لحكومة فتح بشاغة في طرابلس واشارت الى ان قوات حكومة بشاغة انسحبت من العاصمة طرابلس باتجاه مصراطة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة وخلال تفقده قواته في طرابلس بعد انسحاب قوات بشاغة اكد انه لن يقبل سوى بالذهب الى الانتخابات وقال ان العدوان مخطط له وان من يحاول تدبير انقلابات عسكرية لحكم ليبيا بالبارود والنار واهم الحمد لله الحمد لله حمد لله عسرمت هذه الجلاز لن نتركها للاوغار بشق وتاكد انها بلادنا وهذه طرابلس ندافع عليها في كرامتنا وبيشرف وانتم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد لله حمد لله حسرمت ان شاء الله توفوا هذهها ان شاء الله ربي يرحبهم وراي هذه البلد راي مش حسر مدينتنا طرابلس متهنية رايقة غاضهم غاضهم هذا الشي يبو شيء واللي يبحث على انه هو يدير انقلاب يقول له زمن انقلابات تم تمان واللي بيدي انتخابات يتفضل احنا لولين في الانتخابات هذه البلد لا تنفع الا انتخابات الاشتباكات في العاصمة الليبية ترابلس لا تكاد تتوقف حتى تبدأ مجددا بين مجموعتين مسلحتين رئيسيتين على وقع تفاقم الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب فتح بشاغة اسلحة خفيفة ومتوسطة تستخدم في الاشتباكات التي تتنقل في عدد من احياء العاصمة ما ادى الى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح وفق وزارة الصحة كذلك كانت تجعل هذه الاشتباكات نزوح واسع لأهالي المدينة الى مناطق اكثر امنا كان متوقعا من الحقيقة ان الوضع المحتقد على الصراع على مثالة من هو صاحب الشرعية في السلطة صار نوع من المناسفات والتصريحات من الطرفين لكن الحرب اذا بدأت قصة ما بين الطرف ليست جيوش منضبطة ومنظمة نخشى انها تكبر وترجع الى المربع الاول وفيما اعلنت حال الطوارئ في محيط رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة تمركزت قوات موالية للدبيبة في محيط مطار ترابلوس المغلق واقتربت قوات موالية لبشاغة من المدخل الشرقي لترابلوس استعدادا لدخولها حكومة الوحدة برئاسة دبيبة قالت ان الاشتباكات جاءت بعد مفاوضات لتجنيب العاصمة الدماء متهمة قوات بشاغة باستخدام القوة للعدوان على المدينة فيما اعلن متحدث باسم حكومة بشاغة ان الاخير لم يغادر ليبيا وان حكومته رحبت بكل المبادرات المحلية والدولية لضمان انتقال السلطة سلميا على عكس حكومة الدبيبة المنتهية الصلاحية التي تختصب الشرعية رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قطع زيارته الى تونس اثر الاشتباكات وعاد لمتابعة الاوضاع عن كثب الى ترابلوس فيما دعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا جميع الاطراف الى وقف الاعمال العدائية في ترابلوس والامتناع عن التحريض على العنف في هذه الاثناء تولت المواقف الدعاية الى وقف التصعيد وفي هذا الاطار دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الاطراف الليبيين الى تغليب لغة الحوار حقنا للدماء الخارجية المصرية اكدت ضرورة تجنب العنف تعليقا على الاشتباكات التي جرت في العاصمة الليبية ترابلوس وضرورة حماية المدنيين وتحقيق التهدئة بما يحفظ للشعب الليبي امنه واستقراره ومقدراته انقر دعت اطراف النزاع في ليبيا لوقف الاشتباكات فورا وشددت على ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزيهة باسرع وقت ممكن الجزائر من جهتها شددت على اهمية الحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار في ليبيا والذي يعتبر مكسبا مهما في سبيل استعادة الامن والاستقرار في البلاد وفي بيان عربت الخارجية عن قلقها ازا تطورات في العاصمة الليبية ترابلوس ودعت جميع الاطراف الليبيين الى السعي الفوري من اجل ايقاف العنف والاحتكام الى لغة الحوار بكل مسئولية كما هاب البيان بالمجتمع الدولي وكل الاطراف الخارجية المعنية العمل على انهاء التدخلات في الشؤون الليبية والانخراط في الجهود الرامية لاحياء مسار التسوية السياسية السلمية ونبقى في الجزائر حيث انهى الرئيس الفرنسي منويل ماكرون زيارته لها بتوقع مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون على اعلان الجزائر من اجل شراكة متجددة بين البلدين وذلك بعد ستين عاما من استقلال الجزائر وخلال كلمة مقتضبة باللغة الفرنسية عقب توقيع الالان في القاعة الشرفية للمطار هواري بموديين وصف الرئيس الجزائري زيارة نظيره الفرنسي بانها كانت ناجحة جدا مشيرا الى انها اتحت قاربا لم يكن ممكنا لو لا شخصية الرئيس ماكرون كما قال ولفت الى ان البلدين سيتمكنان من الان فصاعدا من العمل معا في العديد من المجالات خارج الجزائر وفرنسا غادر الرئيس الفرنسي الجزائر وفي جعبته الرئاسية خمس مذكرات اتفاق وتفاهمة الرئيس الجزائري بدى رافيا ومتفائلا بعد طي صفحة الخلاف مع فرنسا فيما سارع نظيره ايمانوان ماكرون الى تعداد حصيلة جولة العهد الجديد في اقطار الجزائر هذه الزيارة كانت جيدة ومهمة وعملية للعلاقات بين البلدين اعتقد ان الزيارة جدا ناجحة حيث وضحت الكثير من الاشياء في مكانها ومكنتنا من تقارب لم يكن ممكنا لولا الشخصية المنفتحة للرئيس ماكرون قمنا باستكمال اجراءات كانت مدرجة في مجلس التعاون بين البلدين وساعدت في هذا التطور الملحوظ وهذه هي المرة الاولى التي يعقد فيها اجتماع عالي المستوى بين قادة اركان الجيشين ومسؤولي الامن وهذه النقطة مهمة جدا للبلدين المواجهين لتحديات اقليمية ودولية وبفضل اعلان الجزائر سلطنا الضوء على العديد من القضايا التي ستتيح تعاون جديدا على رأسها ملف ذاكرة الاكثر اهمية وغطى الاجتماع الامني عالي المستوى بين قادة البلدين ورئيسي اركان الجيشين والمصالح الامنية على الاتفاقات الاقتصادية كما يرى مراقبون ففرنسا اصبحت تتمسك بدور الجزائر في منطقة الساحلي بعد تراجع نفوذها ودخول لاعبين جدد في افريقيا سمراء لأول مرة في تاريخ البلدين نشهد اجتماع امني رفيع المستوى يجمع رؤساء البلدين ووزيراء الدفاع وكذلك رؤساء الاركان وكذلك مصالح امنية فهذا يعطيك نظرة انه اليوم الجزائر اصبحت لاعب مهم كلاعب اهم لاعب استراتيجي خصا في ازمة الساحل وازمة مالي نعرف انه اليوم فرنسا قد طردت من مالي شرة طردة فاليوم الجزائري اكبر ضامن للامن والسلم في منطقة الساحل وشمال افريقيا استدرك الرئيس الفرنسي فيما يبدو خطاه امام الجزائري بوابة افريقيا فاستنجد بثقل الاقتصادي والامني للجزائر في مرحلة تتغير موازن القوى الدولية لصالح تكتلات جديدة شراكة متجددة بين الجزائر وباريس واجتماع امني وصفه الرئيس الفرنسي بالتاريخي في مصاري العلاقات الثنائية بين البلدين سيارة ماكرون خلت هذه المرة من الارقام والصفقات كما جرت العادة مع اسلافه وانتساءل مراقبون هل تحافظ باريس على المستوى الجديد من الدفع وتفك الالغامة الغامة الذاكرة العالقة بين البلدين سوفيا المراكش العاصمة الجزائرية الميادين على صعيد اخر دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية تانجو بلجيتش فرنسا الى الاعتراف بعواقب ماضيها للتاماري وعدم محاولة الهروب من الحقائق التاريخية وردا على تصريحات للرئيس الفرنسي منوال ماكرون بان بلاده تتعرض لحملة تشويه تقودها شبكة تركية وصينية وروسية قال بلجيتش ان بلاده تأمل ان تصل فرنسا في اسرع وقت ممكن الى مرحلة النظر لمواجهة ماضيها للتاماري من دون لوم الدول الاخرى الى فلسطين المحتلة حيث تصدى مقاومون فجر اليوم لاعتداءة قوات الاحتلال في جينين ونابلوس هذا فيما اعلن الاحتلال عن اعتقال عدد من الشبان خلال حملات دهم في الضفة فجرا وقد اطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها شارع الاتحاد بمدينة نابلوس حيث اقتحمت اكثر من ست آليات مصفحة البلدة القديمة وكذلك في جينين تصدى مقاومون لقوات الاحتلال في المخيم حيث اصيب ثلاثة فلسطينيين احدهم بجراح خطيرة برصاص جيش الاحتلال اطلاق مهار في شرع الاتحاد في شان فلسطيني اخر اكد قادة حركتي حماس والجهاد الاسلامي عمق العلاقة بينهما ومواصلة العمل معا من اجل تحرير الارض والمقدسات جاء ذلك في بيان عقب استقبال الامين العام للجهاد الاسلامي زياد النخالة وفدا قياديا من حماس يتقدمه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العروري قادة الحركتين اكدوا ان اسرائيل لن تفلح في تهويد القدس او تقسيم الاقصى وان معركة القدس لن تتوقف حتى تطيرها من دانس العدو وشددوا على ان القدس عاصمة فلسطين الابدية وانها ستبقى مركزا للصراع وعنوانا لوحدة الشعب وفي اتصال مع الميادين شدد نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية على ان اللقاء مع حركة الجهاد في بيروت اتى لتأكيد ان اي محاولة للعبث بوحدة المقاومة لن تصل الى مبتغاها كانت ابدا ان تصل رسالة ان المقاومة موحدة وان حركة حماس والجهاد الاسلامي صنوان لوجه المقاومة الفلسطينية ومعنى كل الفصائل الفلسطينية ان اي محاولة للعبث بوحدة المقاومة الشعب الفلسطيني في فلسطين هذا امل لا يمكن ان يحقق للعدو ولا لعداء الشعب الفلسطيني نحن مطمئنون نحن واخوانوا في الجهاد الاسلامي ان عرى الوحدة وعرى الهدف واواصر القوة الرباط بيننا وبين اخوانوا في الجهاد الاسلامي لا يمكن ان يفت في عضوها مثل هذه الامنيات الصهيونية الاحتلالية العدوانية في ملف الاسراء اعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الاسيرة عن سلسلة خطوات تصعيدية اولها تتمثل بحل التنظيم في كل السجون بدءا من اليوم يرافق ذلك اطلاق الاضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الاولى والمكونة من الف اسير بدءا من الشهر المقبل وسيتم رفضه بافواج اخرى وفق الية متفق عليها اعلنت اللجنة ان يوم الاثنين سيتم لبس الشباص بشكل كامل طوال اليوم في الساحات اكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس رئيس مكتب الاسراء والشهداء والجرحى للحركة زاهر جبارين ان معركة الاسراء في سجون الاحتلال هي معركة كل حر وخلال اللقاء الحواري ناقمته الحركة تحت عنوان موحدون ضد السجن شدد جبارين على ان قضية الاسراء هي عنوان اساسي في القضية الام القضية الفلسطينية قضية الاسراء هي عنصر تفجير قد يفجر المنطقة برمتها ولا احد يعلم حدودها او ارتداداتها والمكاومة الفلسطينية بكافة الفصائل ستتخذ الاجراءات المناسبة لنصرة الاسراء داخل السجون حركة حماس كانت قد كشفت ان صفقة تبادل الاسراء مع الاحتلال قدمت منذ فترة ليست قصيرة لكن تل ابيب تماطل وتراوغ وهو ما يجعل التصعيد الامني احتمالا قائما لدى حماس تقرير حبيب عز الدين صفقة تبادل الاسراء بين حكومة الاحتلال وحركة حماس تشكل اليوم عامل قلق في تل ابيب بينما هي عامل قوة في غزة بين الحين والاخر تهز حكومة الاحتلال اصوات المستوطنين من اهالي الجنود الاسرائيليين الاسراء وفي الجهة المقابلة تهديد المقاومة لا يهدأ منذرا باسر مزيد من الجنود اذا استمر الاحتلال بالمماطلة ازاء المقترح الذي قدمته حركة حماس وتستعد لتنفيذه اذا وافق الاحتلال صفقة التبادل انا كمان اكشف بشكل واضح نحن طرحنا عندما كان الاخ ناصر ابو حميد القائد الاخ ناصر ابو حميد وضعه الصحي متداهو طرحنا على الوسيط ان نعمل تبادل انساني بصراحة اسراء مرضى مقابل بعض ما لدينا من الاوراق لكن المحتل اقول هنا لغاية الان غير مستعد لاجراء هذه الصفقة ولغاية الان يماطل ويراوغ ويكذب على شعب ان الكرة كأنها في عند المقاومة الان كل الوسطاء العديد من الوسطاء ليس وسيط واحد لديهم خارط طريق كيف يمكن ان نصل الى انهاء هذه القضية كلام جبارين اكد ما افادت به مصادر خاصة للميادين في وقت سابق بان حماس ابلغت الوسطاء انها مستعدة لتنفيذ صفقة تبادل انسانية عاجلة من اجل استعادة الاسراء المرضى من سجون الاحتلال مقابل اطلاق احد الاسراء لديها وهو ما يبدي الاحتلال عدم جدية في تنفيذه رغم ضغط اهالي جنوده استطيع القول انه غير جدي وغير معني في هذه الظروف باجراء تبادل والكرة في ملعب الاسرائيلي ولديه كل التفصيلات كيف يمكن ان نمضي بهذه الخطوة اذا شاء يحكى عن استعجال اسرائيلي لتنفيذ الصفقة لكنه كلام اعلامي تنفيه حماس مؤكدة انه لا توجد نوايا جدية في تل ابيب وبالتالي فان كل الاحتمالات لدى المقاومة مفتوحة الى تركيا التي يزورها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية وقد حذر من محاولات الاحتلال الاسرائيلي اختراق المنطقة وتشكلة حالفات سياسية وامنية على حساب حقوق الامة ومستقبلها وشعوبها هنية وخلال استقباله في اسطنبول رئيس حزب السعادة حيث استعرض الجرائم التي قام بها الاحتلال خلال عدوانه الاخير على قطاع غزة والانتهاكات المتزايدة بحق المسجد الاقصى حذر عدد من الجنرالات الاسرائيليين من المخاطر المترتبة على الانقسامات الاجتماعية الداخلية ولسيما في ضوء تعظم تهديدات الامنية الاستراتيجية وعلى رأسها ايران وحزب الله تقرير هاني فحص في ذروة القلق الاسرائيلي من توقيع الاتفاق النووي بين الدول العظمى وايران يستحضر عدد من رؤساء اركان الجيش الاسرائيلي السابقين قائمة التهديدات والمخاطر الوجودية والاستراتيجية المحدقة باسرائيل بعد اكثر من سبعين عاما على انشائها في لقاء مع خمسة رؤساء اركان سابقين تحدثنا عن بينغوريون وايضا عن الاخطار على اسرائيل والمفاجئ انهم تحدثوا اقل عن ايران والفلسطينيين فالخطر الرئيسي بالنسبة الى من لديهم فهم بالامن هو الانقسام والتمزق داخل المجتمع الاسرائيلي وعلى وقع غليان الاجتماعي واستقطاب داخلي يسبق انتخابات مبكرة هي الخامسة على التوالي في اقل من اربع سنوات ضق الجنرالات مجددا ناقوس الخطر من تبعات حالة التشردم والانقسامات الداخلية على بقاء الكيان التهديد الاخطر على مستقبل اسرائيل من ايران وحزب الله وحماس هو ما يجري داخلنا خطر فقدان الرابط والتضامن الداخلي الامر الاخطر على اسرائيل بنظري هو غياب التضامن في المجتمع الاسرائيلي على ان الاتفاق الواسع والعابر على مركزية الخطر الداخلي باعتباره خطرا وجوديا لا يقلل من جوهرية واستراتيجية الاخطار والتهديدات الخارجية وعلى رأسها ايران وحزب الله لا خلاف على الهدف وهو منع قدرة نووية ايرانية لان هذا سيغير الميزان الاستراتيجي في الشرق الاوسط بصورة خطيرة جدا مقابل التهديد الايراني نحن نعرف كيف نتصرف ليس هناك تهديد وجودي تقليدي على اسرائيل منذ السنوات يوجد تهديد وجودي داخلي اللقاء الذي جمع خمسة رؤساء اركان سابقين ممن خبروا تهديدات الرهينة وعيشوها خلص الى ان اشاحة النظر عن معضلة فقدان التضامن الداخلي الاسرائيلي تعد دسا للرأس في الرمال وان الحصانة القومية والاجتماعية لاسرائيل هي العنصر المركزي في معركة الدفاع عن وجود الكيان الاسرائيلي وبقائه شدد رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن مهد المشاط على ضرورة ان يكون الجميع على درجة عالية من الوعي واليقظة والانتباه والجاهزية خلال الوضع الراهن وفي ظل الهدنة القائمة لان الحرب لم تنتهي بعد وخلال اللقائه برئيس وعضاء اللجنة التحضيرية لبرنامج الصمود الوطني لفت المشاط الى وجوب اسهام البرنامج الوطني للصمود في الحفاظ على تماسك الشعب اليمني والجبهة الداخلية وذلك في سبيل مواجهة العدوان حتى تحقيق النصر كما اكد المشاط ضرورة العمل وفق الاولويات التي وضعها قائد الثورة وعدم الانصراف الى قضايا هامشية عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي كان اكد للميادين ان خروق التحالف السعودي للهدنة لن تثني عن الاستعداد للمعركة الكبرى والانتصار الخروقات هي خروقات يستمر فيها العدو ولكن هذه الخروقات بالنسبة لنا نحن متعودون على هذا العدو بانه قد يحصل من هذه الخروقات لكن هذه الخروقات لن تثنينا على الاطلاق من ان نكون حاضرين للمعركة الكبيرة ولانتصار ولكسر الحصار ولانتصار ولأقضب الثار للشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية هذه الخروقات انما تكون تعتبر وقودا للجبهات لتبقى حية لتبقى مستمرة لتبقى يقضة فنحن لا نأبه جدا بهذه الخروقات لانها تشبه ما تكون بإبارة تنشيطية للأخوة المجاهدين في الجبهات وان كان هناك ضحايا او شهداء نحن نحتسبهم عند الله ونقول بان ذلك الإجرام هو فقط يقرب الانتصار كلما اخترقوا كلما نبذوا العهود كلما خالفوا الاتفاق فإنما يقربوا بإذن الله تعالى من الهزيمة لهم الحوثي قال ان المعركة ستستمر ان لم تكن هناك عزيمة صحيحة على انهاء العدوان واكد امتلاك صنعاء اسلحة الردع التي تتيح لها تحقيق الانتصار القريب اننا لسنا من قام بالعدوان على هؤلاء المعتدين على بلدنا سواء المملكة العربية السعودية او الامارات او غيرها من الدول المتحالفة معها هم من قاءوا للاعتداء على بلدنا وبالتالي هم من ضلبوا الهدنة فنحن نقول بانه اذا لم يكن هناك كما نصحهم قائد الثورة حيث الله كما تحدث الاخرى إذا لم يكن هناك عزيمة صحيحة في انهاء العدوان وفك الحصار ان المعركة ستستمر نحن لا نأبه بأي تهديد تلك الاسلحة التي خاضوا بها العدوان على بلدنا نحن نعرفها ونفهمها ونفهم كيف التعامل معها ولدينا باذن الله تعالى وبفضل الله ما يواجه تلك الاسلحة ولدينا اسلحة الردع التي بإمكانها ان تحقق ميزان الردع وان تحقق ايضا الانتصار قريبا باذن الله تعالى دخولنا في السلام او قبولنا بالهدنة ولاننا لا نريد الاستمرار في الحرب لكن اذا فرضت علينا واستمروا في الحصار لبلدنا واستمروا في الهداء على وطننا فلن نبقى مكتوفي الايدن الحوثي نفى المزاعم الاسرائيلية التي تتحدث عن ضربات اسرائيلية شنها الاحتلال في اليمن خلال معركة وحدة الساحات كلها تسريبات اعلامية غير صحيحة ولم يحصل اي شيء اسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك في اليمن ولو لم تسألني لما اجرتان هذا لانها عبارة عن مواقع غير رسمية ولم يحصل اي شيء بالنسبة لليمن على الاطلاق الى العراق حيث تراوح الازمة السياسية مكانها مع تمسك كل طرف بمطالبه السياسية فيما اكدت الرئاسات الثلاث وزعامات سياسية التمسك بالحوار مخرجا وحيدا للازمة صلاح الخزاع والتفاصيل الحوار عنوان واحد تردد في كلمات الرئاسات الثلاث والزعامات السياسية التي اجتمعت في المؤتمر الاسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة الحوار باعتباره مفتاح الحل للخروج من الازمة السياسية الحالية التي تمر بها البلاد هذه كانت رسائل الرئاسات العراقية الثلاث ودعواتها على خلفية الازمة مع التيار الصدري واعتصام اتباعه في البرلمان وتعليق عقد جلسات مجلس النواب وتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء مسؤولياتنا السياسية ومسؤولياتنا الوظيفية ومسؤولياتنا الاخلاقية قبلها كلها توجب علينا جميعا ان نجلس الى طاولة الحوار ونذهب الى حلول منها الانتخابات المبكرة على ان تكون ورقة سياسية متفق عليها ما بين كل الفرقاء السياسيين على كيفية المضي بعد المضي بهذه الانتخابات الانتخابات تتطلب ان نمضي بتعديل قانون الانتخابات رسائل مباشرة واخرى غير مباشرة وجهها المجتمعون الى التيار الصدري والسيد مقتدى الصدر تضمن التذكيرا باهمية التمسك بالوحدة ونبذ الفتنة وتجاوز اختلاف الاراء وسوء الفهم وما زلنا نعتقد مع الاخوة في الاطار التنسيقي باهمية ابناء التيار الصدري وحضورهم وفاعليتهم في مراكز القرار والعمل في مؤسسات الدولة لا وفقا لاستحقاقهم الانتخابي فحسب بل لوجود الطاقات الخيرة والوطنية في هذا التيار رئيس الجمهورية برهم صالح اكد ان الحراك السياسي وتعدد مساراته يجب ان لا يتحولا الى خلاف يهدد سلامة المشروع الوطني في بناء الدولة واستكمال مؤسساتها فيما حذر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ضياع المنجز الامنية الذي تحقق بسبب الازمة الحالية محملا الجميع المسؤولية عن التوصل الى الحلول اجماع الرئاسات والقوى السياسية على الحوار كمخرج من الازمة لم يحمل جديدا في المواقف ما لم يجتمع كل اطراف الازمة على طاولة واحدة يقول مراقبون فالمشهد السياسي منغلق تماما ولا افق للحل الا بحوار يحضره الجميع صلاح الخزاعي بغداد الميادين النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل تظاهرات في افريقيا الوسطى ضد تعديل الدستور من جديد اهلا بكم اعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها الشديد لما ورد في بيان المغرب بشأن مشاركة وفد من جبهة البوليساريو في فعليات قمة تيكاد الثامنة في تونس وفي بيان قالت انها قررت دعوة سفيرها لدى الرباط للتشاور وابدت رفض تونس القاطع لما تضمنه البيان من اتهامات باتخاذ موقف عدواني تجاه المغرب وشدد البيان على عدم تدخل تونس في شؤون الداخلية للدول واحترامها خياراتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وسيادة قرارها الوطني ولفت الى موقف تونس الثابت بالحياد في قضية الصحراء الغربية وبحرصها على العلاقات الودية والاخوية والعريقة مع الشعب المغربي الخارجية المغربية ردت على بيان الخارجية التونسية ووصفته بانه محاولة لتبرير تصرف العدائي للسلطات التونسية وينطوي على العديد من التأويلات والمغالطات وضافت ان البيان لم يزل الغموض الذي يكتنف الموقف التونسي بل ساهم في تعمقه تأزم العلاقات بين المغرب وتونس كان مدخله استقبال الرئيس التونسي لزعيم جبهة البوليساريو تقرير حسن الشرارة في نفقة دبلوماسية المتأزمة دخلت كل من تونس والمغرب هي سابقة في تاريخ العلاقات بين البلدين بدأت مع استقبال الرئيس التونسي قايس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلا أنه سرعان مرأة المغرب في الأمر عملا خطيرا وغير مسبوق زيارة غالي أي زعيم جبهة البوليساريو إلى تونس تأتي ضمن مشاركته في مؤتمر توكيو الدولي للتمية في أفريقيا الذي تنظمه تونس وهي مشاركة قائمة باعتبار الجمهورية الصحراوية عضوا في الاتحاد الأفريقي الذي يحدد بدوره المشاركين الأفارقة وعلى هذا الأساس لا ترى تونس في استقباله خطأ لكنه بالنسبة للمغرب يسيء للعلاقات بين البلدين الرفض المغربي للخطوة وصل إلى الاستدعاء الفوري لسفيرها لدى تونس للتشاور مع أعلانها مقاطعة قمة تيكاد معتبرة أن القرار جاء بعد أن ضعفت تونس مؤخرا من المواقف والتصرفات السلبية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا وفي المقابل ردت تونس بالمثل واستدعت سفيرها لدى المغرب إلا أن بيان خارجيتها الذي استغرب مصدر عن المغرب ورفضه أوضح بعض النقاط التي جاء على رأسها تأكيد حيادها التام في قضية الصحراء الغربية مع التشديد على عدم التدخل المتبادل في الشؤون الداخلية للدول واحترام خياراتها على هذا الأساس قد يكون عدم تسمية رئيس البوليساريو في البيانات الرسمية التونسية إشارة حسنينية تجاه الرباط وتأكيدا لحياد تونس التاريخي في هذا الصراع إلا أن ما في آخر النفق يبقى رهن تطورات هذه الأزمة المفاجئة التي قد تتوسع لتصبح أزمة سياسية ترفع درجة التوتر في العلاقة بين البلدين ونبقى في تونس حيث وعقدت قمة توكيو للتنمية في أفريقيا بمشاركة وفود من 48 بلدا أفريقيا إلى جانب اليابان والأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي كما شارك في أعمالها أكثر من 300 رجل أعمال للبحث في سبل الاستثمار وبناء الشركات بين اليابان وأفريقيا عماد الشطارة والتفاصيل وأصدقائنا من كل أنحاء العالم قمة توكيو للتنمية في أفريقيا هي الحدث الاقتصادي الأبرز في القارة السمراء ويتنعقد بعد جائحة كورونا وما خلفته من تداعيات على اقتصادات الدول النامية هذا الحدث يأتي ليطرح أيضا تداعيات الحرب في أوكرانيا إلى جانب قضايا التغير المناخي وأثاره على الأمن الغذائي في أفريقيا والعالم خيراتنا الكثيرة ولكن من المفارقات أن مظاهر الفقر والبؤس وعدم توفر الحد الأدنى موجودة بل ومتفاقبة اليابان تريد أن تكون شريكا في أفريقيا تنمو معها سويا وتعمل معها على تجاوز التحديات للمساهمة بقوة في نمو أفريقيا مما يؤدي إلى استفادة اليابان من التجارب واستفادة الدول الأفريقية أيضا قمة التيكاد حققت حضورا أفريقيا لافتا ونجاحا تونسيا في التنظيم في تظاهرة يراهن من خلالها البلد المضيف على العودة إلى دائرة الدول التي تجذب الاستثمارات الخارجية خصوصا في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصحة والاقتصاد الأخضر من أول التظاهرات الكبرى التي تنظم بعد جائحة كوفيد هي تعكس الثقة ورصيد الثقة التي تتمتع به تونس لدى الشركة اليابانية التي اعتبرها شركة استراتيجية في مستوى التمويل للاقتصاد التونسي عنا تقدم كبير في تونس في العديد من المجالات ولكن للأسف لا نحن قاعدين نعرفه بالتقدم هذه في المستوى العالمي هذه القمة تعطينا الفرصة لكي نحكيه على العديد من الميادين التي تونس فيها سباقة تتطلع تونس من خلال نجاح القمة إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع اليابان فضلا على تأدية دور الوساطة للتعاون الاقتصادي بين آسيا ودول إفريقيا قمة توكيو للتنمية في إفريقيا تعاول تونس من خلال احتضانها إلى العودة كوجهة مستقطبة للاستثمار في العالم وتطرح أن تكون القمة منطلقا لمعالجة قضايا الفقر والبؤس في القارة السمراء أعمى تشترى تونس والآن إلى آخر التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية الروسية المستمرة في أوكرانيا اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف محطة زبارو جينوية ثلاث مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأشارت إلى أن الوضع الإشعاعي في منطقة المحطة يبقى في الحدود الطبيعية قصفت المدفعية الأوكرانية المصنع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث مرات مع إطلاق سبع عشر قذيفة سقطت أربع منها على سطح المبنى رقم واحد حيث يتم تخزين مائة وثمانين وستين كابسولة مع الوقود النووي كما انفجرت عشر قذيفة أخرى على بعد ثلاثين مترا من مستودع التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك وثلاث قذيفة في منطقة المبنى الخاص الرقم اثنين الذي يضم وحدة تخزين الوقود النووي الطازج وكذلك مستودع تخزين النوفيات المشعة الصلبة هذا وسلمت بعثة روسيا الدائمة لدى مجلس الأمن الدولي أدلة تثبت قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابروجيا النووية قبل أيام وفق تغريدة على موقع تويتر فأن البعثة الروسية وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي شرحا توضيحيا أعدته وزارة الدفاع الروسية يظهر قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابروجيا النووية واضفت أن مستوى الإشعاع في المحطة ومحيطها ضمن النطاق الطبيعي في المقابل كشفت صحيفة واشنطن بوست أن أمريكا بدأت بتوسيع توريد الأسلحة إلى كييف عن طريق البحر ولفتت إلى أن البنتاجون رتب في الأشهر الأخيرة عملية لنقل شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بحرا ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن هذا القرار تم اتخاذه بعد أن بدأت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع الهاوزر وغيرها من الأسلحة الثقيلة ولفتت الصحيفة إلى أن التوسع في عملية نقل الأسلحة يرجع إلى أن الولايات المتحدة تستفيد من الطبيعة المطولة للنزاع في أوكرانيا من جهته حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفديف في حديث لقناة LCA الفرنسية من أن أوروبا لن تحصل على كميات الغاز التي تريدها إذا قامت بلاي ذراع روسيا لم نرفض أبدا توريد الغاز إلى أوروبا لقد قمنا ببناء خط أنابيب التيار الشمالي 2 ووفينا بجميع التزاماتنا لكنهم هم من رفض وقالوا إنهم لا يحتاجون الغاز الروسي وإنهم لن يستطيعوا الدفع باليورو والدولار نظرا لأنهم أوقفوا نظام المراسلات مع بنوكنا عندها قررنا أن الإمكانية الوحيدة بالنسبة لنا هي استخدام الروبل كوسيلة للدفع أي أن هذه هي نتائج حرب العقوبات التي أطلقها الغرب نعم نحن الآن جاهزون لتوريد الغاز بالكميات المتعقد عليها لكن إذا قاموا بلاي ذراعنا فمن المحتمل ألا يكون حجم توريد الغاز بالكميات التي تريدها الدول الغربية من ناحيتها سعت رئيسة المفوضيات الأوروبية أرسولا فوندرلاين إلى تبرير دعم أوروبا لكياذ فقالت خلال حديث جرى في المجتمع الديني المسيحي في تزير بشرق فرنسا إن الشر لن تكون له الكلمة الأخيرة في الصراع في أوكرانيا على حد تعبيرها إذا أوقفت روسيا القتال ليكون هناك حرب في أوكرانيا أما إذا أوقفت أوكرانيا القتال فليكون هناك أوكرانيا بعد الآن لذلك فأن وقوفنا إلى جانب السلم يعني وقوفنا إلى جانب الشعب الأوكراني الأوكرانيون يقاتلون من أجل ديمقراطيتهم واستقلالهم والكرامة الإنسانية الأوكرانيون يحاربون من أجل بقائهم ومن أجل قيامنا الأوروبية وأنا واثقة أنه في أوكرانيا لن تكون للشر الكلمة الأخيرة هذا ويستعد الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الطاقة لمناقشة الحلول العاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي لأسعار الطاقة ويكالة بلومبرغ نقلت عن رئيس الوزراء تشيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن تشيكيا ستدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة الطاقة وقال أن ارتفاع أسعار الكهرباء ناتج من فشل في السوق ودعا إلى اتخاذ إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي للحد من ذلك يأتي ذلك فيما يعيش العالم على الديون وطباعة الأموال منذ أزمته الكبرى عام 2008 عالم وضع قواعده اليمين الليبرالي ويتمسك باستمراره رغم ترنح هذا النظام الرئاسملي علي الأحمر والتفاصيل تعم الأزمة الاقتصادية أينما وليت وجهك فوق البسيطة المال يتناقص في جيوب الناس طبقة وسطا تتلاشى وأموال تكدس في خزين الأثرياء لبرالية حكمت العالم وفق نظومها وقواعدها والسريت أسهم وبورصات حددت النيو لبرالية قواعدها قبل أن تنهار عام 2008 فيما ذيولها ما زالت مستمرة حتى الآن عالم مليء يترنح شركات كبرى تعيش على إنعاش مستمر لكن إلى متى؟ هذه الأزمات عدها بعض المفكرين من أنثال فرانسيس فوكوياما نتاجا لنموذج الرئاسمالية التي لا تخضع سوى لقدر بسيط من الضوابط التنظيمية فيما ذهب آخرون إلى أكثر من ذلك مع انتظار سقوط مريعا للرئاسمالية الكلاسيكية والمتوحشة في آن مستندين إلى مألات غطرسة قوى الاستعمار في ممارسة القوة لعل الأزمة الكبرى ليست في اليمين الليبرالي وحده بل فيما يقابله أي اليسار الذي يواجه بحسب فوكوياما نقصا في التعبئة لعل أهمها الفشل في ابتكار الأفكار مع انفراد اليمين الليبرالي بالأسس العقائدية للقضايا الاقتصادية على عرض الواقع نادرا ما يمكن ملاحظة أي حركة احتجاجية غير مألوفة من خارج نظام ثنائية الحكم والمعارضة فإن هي حركة احتل وولد سريت التي بدأت عام 2011 وكيف انتهى بها الحال؟ بل لماذا خف زخم حركة السترات الصوفر في فرنسا؟ البحث يدور حول أي مستقبل ينتظرنا؟ هل سنكون أمام رأس مالية مستجدة؟ وفي ظل العملية العسكرية في أوكرانيا؟ هل تتغير قواعد اللعبة العالمية؟ أكدت المفوضيات الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي أن قضية احتجاز مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج تثير مخاوف أحول حرية الصحافة والإعلام وقالت باشلي أن نقل أسانج إلى الولايات المتحدة قد تكون له أثار مقوضة على الصحافة الاستقصائية وخلال لقائها زوجة أسانج في جينيف قالت باشلي أن أسانج يعاني من مشاكل صحية في السجن مشددة على ضرورة احترام حق أسانج في محاكمة عادلة أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كانعاني أن التوجه نحو أفريقيا من الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية لبلاده كانعاني قال أن القارة الأفريقية هي مهد الشعوب الأصيلة والحرة والمناظلة مشيرا إلى أن طهران تول اهتماما خاصا بتوسيع العلاقات مع الدول الأفريقية التي شهدت تطورات إيجابية خلال الأشهر الماضية إلى أفريقيا الوسطى حيث شهدت العاصمة بانجي تظاهرات ضد تعديل الدستور وذلك بعد أن أمر رئيس البلاد فوستان أرشانج تودييرا بتشكيل لجنة لإعادة كتابته ونظم المسيرة تحالف الكتلة الجمهورية الذي يضم أكثر من عشرين حزبا معارضا إضافة إلى منظمات مجتمع مدني وقد حمل المشاركون فيها لافتات تتهم الرئيس الحالي بالدكتاتورية في باكستان أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد بعد مقتل نحو ألف شخص ونزوح الألاف من جراء الفيضانات في البلاد وأكدت الحكومة الباكستانية أن الفيضانات أضرت بأكثر من ثلاثة وثلاثين مليون شخص ودمرت نحو مليون منزل مرجعة سبب هذه الفيضانات إلى تبعات تغير المناخي الناتجة عن التلوث البيئي يستعد أهالي قطاع غزة لاستقبال العام الدراسي الجديد وسط ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة خصوصا لناحية توفير متطلباتهم المدرسية أكرم دلول والتفاصيل عام دراسي جديد على الأبواب ومهمة تدبير مستلزمات طلبة المدارس تبدو شاقة وصعبة على كثير من العائلات التي تكتوي بنار الفقر بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفي ظل الحصار المفروض على القطاع فهنا صورة تعبر عن واقع الحال سيدة تسابق الزمن هكذا في محاولة منها لتدبير متطلبات لأحفادها من خلال حياكة ملابسهم وحقائبهم القديمة وإصلاحها مشهد يعكس ما يعيشه آلاف الغزاويين في ظل الفقر والحصار قاعد بخيط لهالأولاد الوضع تحت السفر وبدنا نحاول ندبر لهم حاجة اللي نخيطها عشان يروحوا فيهم على المدارس في الأسواق لا يختلف المشهد البعض اضطر إلى محاولة رسم الفرحة على وجوه أطفاله عبر شراء ما هو ضروري من المستلزمات المدرسية مما تعرضه البسطات والعربات المتجولة وما ثم زهيد والله ما اضطرين نشتري من أرخص حاجة في السوق يعني ما فيش مجال نشتري أشياء يعني سعرها غالة ما فيش مصاري ما فيش شغل بدنا نفرح لولاد أما التجار الذين ينتظرون الموسم من العام إلى العام فيشتكون من تكبدهم خسائر كبيرة في ظل حالة الركود السائدة هذا من أهم المواسم في طول السنة نستنى فيها لكن على الفاضة وضع البلد رايح له الهيار الركود ليس طبيعي في البلد وعندنا بضايا زي ما تشايف مكوهم كلها وليس عارفين نبيعهم هو جانب من جوانب التدهور المعيشي الذي يعيشه قرابة المليوني فلسطيني في غزة الذين يحاصرهم لاحتلال الإسرائيلي من كل اتجاه منذ سنوات طوال أكرم دلول غزة الميادين وختم النشرة مع هذين الخبرين أولهما من الصين حيث قدمت فرق أكروباتية تابعة للقوات الصينية أداء رائعا في معرض تشانكشان الجوي وقد قدمت ست مقاتلات صينية محلية من طراز جي عشر عرضا رائعا تخللته شرائط من الدخان الملون عبر السماء ويتميز حدث العرض الجوي الذي من المقرر أن يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري بعروض طيران لبعض الطيرات الجديدة الناشطة مع سلاح الجو والخبر الأخير من روسيا حيث انطلق في قلب موسكو مهرجان بورجس باسكايا الموسيقي العسكري الدولي بمشاركة فرق الأوركستر الروسية والأجنبية من مصر وتايلند والهند وفنزولا وأرمينيا وبيلاروسيا وقد انطلقت في الساحة الحمراء وسط العاصمة فعاليات المهرجان الذي يعتبر من أهم الفعاليات الثقافية في موسكو وهو يتضمن مسير فرق الأوركسترات العسكرية في موكب احتفالي نحو الساحة الحمراء مصحوبة بالألحان والموسيقى وعروض الرقص والفرق الموسيقية الشعبية موسيقى لهذا نصل الختام وفي تذكير بعنوين النشرة موسيقى والذي يبحث على أنه هو يدير انقلاب يقول له زمن انقلابات تم زمان بعد أعلان سيطرة قواته على العاصمة الليبية لدبيبا يأمر بتشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس عقب اشتباكات ندت إلى عشرات القتلى والجرحة موسيقى في فتام زيارته للجزائر الرئيس الفرنسي وقع ونظيره الجزائري أعلانا مشتركا من أجل شراكة متجددة بين بلديهما وتبون يصف الزيارة بالناجحة جدا موسيقى مقاومنا فلسطينيون يتصدون بالنيران للاعتداءات الإسرائيلية في جينين ونابلوس والاحتلال يعلن اعتقال عدد من الشبان موسيقى روسيا تسلم مجلس الأمن أدلة على قصف كييف محطة زفاروجيا النووية وواشنطن بوست تكشف توسيع الولايات المتحدة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا عن طريق البحر موسيقى المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تحذر تسلم لندن مؤسسة موقع ويكيليكس لواشنطن يثير المخاوفة على حرية الإعلام والصحافة الاستقصائية موسيقى فاكستان تعلن حالة الطوارئ بعد مقتل نحو ألف شخص ونزوح الآلاف من جراء الفيضانات والسلطات تتحدث عن زمار مليون منزل موسيقى لمزيد من الأخبار والتقارير تفضلوا بزيارة صفحات الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية وكذلك الإسبانية موسيقى شكرا للطيب المتابعة ودائما بحفظ الله ورعايته موسيقى 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 موسيقى